تقول زوجها يعني بعد ما يكبر تكبير الإحرام يدعو يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة و صلاة القائمة يا أختي أنفاط مبارك الله فيك سلمي على زوجك و قولي له هذا الدعاء تبع الأذان و ابتبع الصلاة و لذلك الإنسان بعد ما ينتهي المؤذن من الأذان يردد وراءه ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة و السلام أما في الصلاة فيقول الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام ما تنعقد الصلاة إلا به الله أكبر يقول سبحانك اللهم و بحمدك تبارك اسمك و تعالى جدك و لا إله غيرك هذا أحد صيغ أدعية الاستفتاح أو الله أكبر اللهم باعد بيني و بين خطايايا كما باعدت بين المشرق و المغرب اللهم نقني من ذنوبي و من خطايايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من ذنوبي و من خطايايا بالماء و الثلج و البرد بعدين أعوذ بالله السميل علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتح أو الله أكبر وجهت وجهه للذي فطر السماوات و الأرض حنيفاً مسلماً و ما أنا من المشركين إن صلاتي و نسكي و محياي و ماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا أول المسلمين و أما بعض الناس يقول الله أكبر نويت أن أصلي هذه بدعة مخالفة لما جاء عن النبي عليه الصلاة و السلام و عن الصحابة الكرام لأن النية محلها القلب و ليس اللسان نبه زوجك و تنبه أنت و نبه الوالدة أن النسان إذا جاي صلي النية هي عزم القلب على فعل الشيء و ليس من أعمال اللسان هي من أعمال القلب و لذلك للأسف الشديد منتشر عند أغلب المسلمين الجهر بالنية يقول الله أكبر نويت أن أصلي صلاة كذا و كذا فريضة حاضرة هذا كل بدع كأن الواحد يعرف الله عز وجل و يخبر بأنه سيصلي و هذا سؤادة مع الله عز وجل زيادة على أن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه جهر في شيء من العبادات أي عبادة من عبادات ما جهر النبي سلم بالنية لا الوضوء و لا الغسل و لا الصلاة و لا الزكاة و لا الصيام و لا الحج تخيل الآن بر الوالدين عبادة ولا لا يا أم فاطمة عبادة أنت بربك الآن إذا جئت تبرين والدتك تقولين نويت أن أبر والدتي في الساعة الرابعة عصرا من يوم كذا وكذا ما يمكن هذه 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 أنت ناوي تزورين خالك ولا عمك نويت أن أزور خالي في هذا اليوم الساعة الفلانية التاريخ الفلاني محتسبة للأجر هذا مثل ما قال بعض العلماء مخالف للشرع أو للعقل ولذلك قولي زوجك ما يجهر بالنية ما في عندنا دليل على الجهر بالنية